في ظل ملفات الفساد والهدر اللي شفتوا وشفناه وشاف الشعب العراقي رح نشوف ميناء فاو ورح نشوف طريق تنمية شون رأيك؟ باختصار شديد يعني باختصار أطيك إياها الطريق التنمية يبنى على أساس أنه ميناء الفاو ميناء الفاو عازمة شركة العامة الموانئ عازمة وبدعم من الحكومة للأسف بدعم من الحكومة هذا الندائي إلى الشعب العراقي ليقلوا نباشر عقبة أنتو اشتغلتوا الدورة النيابية الخامسة وهذه أنا دا أحد شديد الشعب العراقي رح يقول لي شون دورك كنائب؟ أنا نائب كشفت الحقيقة ولكن لدي من يكبلوني خليسمعوني الآخرين كلهم كل اللي يكبلوني خليسمعون يكبلوني من الإجراءات ما عندي إجراءات أقدر أسويها من اللي يكبلون؟ والحكومة صامة آذان الحكومة اللي هي المنفذ الأول غير المنفذ الأول للحكومة هذا التكبيل عدي بيها زين القضية والراحين راحين لتسليم ميناء الفاو هدية مجانية لموانئ منافسة اللي هي ميناء أبوظبي اللي يدار من قبل شركة إسرائيلية دا أحكيها لكل من ذو عقل لبيب يعني حقيقة أتألم من عدهلية أحكيت هذه الموانئ العراقية داهبة وفق رؤية الإدارة الحالية وفق رؤية فرحان الفرطوسي بالسرعة الصاروخية للتعاقد هذا آخر ما يهمه إذا خرجتوني وطلعتوني وراها عسى ما شون ما طلعوني طلعوني لأن أصبحت جهويات اللي يمتلكها أكثر حتى من الفلوس اللي يعدي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر